منكمل مع حضراتكم حلقاتنا معنا كابتال رضا عبدالعلى نجمة البريمو قدام والدائمة بنستانة بيه كابتال رضا حبيبي ازاي ازاي مش غول في ايه عيبا ببص نشوف الوراق اصحنا عندنا متحان لا ما فيش ده فيه اوراق بيضاء اكتر من كده بس يعني اه برجع الاساس اصلي المتشاط على الاد اليومين دول اه اه عايزة باركلك علي ايه الارجنتين كوبا بارك اه طبعا طبعا بس حبيبك تصاب اصابة واحشة صراحة يعني شفت رجلية عاملة ازاي ضربو جامل ايه ده ده نوفيخ بلونة اه اه بلونة شفت انا يعني اعناق الرجل فاركت عرماتش اصلا ساعة 4 الصبح ده اتأخر ساعة لعبة 4 وربرة اه ما احنا خلصنا الساعة 7 الصبح انت ما بتنامش اه صاح انت من الناس انا بتنامش اكتر رضا اه خلي بالك انا اول اول ما ميسي خرج افلت احلف اه والله بقيت اتابع بس اشوف النتيجة اه من على البتاعة ماذا خلاص انت ميسي مش ارجنتين يعني لا ميسي بس في اي حتة يعني انت بتشجعه دواتي في امريكا اه اه لا بتفرج كل جوانه بتجيلي اه كل الاسستات اللي بيعملها بتجيني اه يعني اما كنت فرحانه والرأس ان انت رقصته ده في مكهده وكاس عالم كان عشان ميسي مش عشان ارجنتين اه طبعا ام انا بالنسبالي ام هو هيبطل مش هتفرج على كرة كهي ام خلي بالك من برضو من الحاجات اللي انا تجيبولنا الصورة بتاع التمسي جماعة ووهو بيعايت كده ورجل زعلانه خرج وتصاف شفت رجليه عاملت ازاي يجد عنه اه ده كإني مثلا اه بتاع كوارع حد النفق في رجله اه طبعا لا يعني البطولات بقولك ايه كابت هو يعني خلص خلص كل حاجة انت قلت افكاس عالم وهو بيخلص برضو الناس فاكرة ان هو كانش يلحق دي وكان ممكن يبطل بس برضو ده شغال هو بص وجوده في تيم الارجنتين هو اللي بيدوم الدفعة حتى لو مش هيلعب حتى لو مش هيبقى مؤسر بس وقفته في الملعب لأ انت اتفرجت اصلا عن البطولة دي كاتا انا ما اتفرجتش العالماتش بداية لا 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 فيه ماتشات حلوه لأ كان فيه الدور قبل النهائي انا امبارح اتفرجت يعني كولومبيا كانت بتلعب الأورجوي تقريبا لا لا ماتش كالنار اللي هو في الدور قبل نهائي كولومبيا والأورجوي على فكرة كولومبيا فرقة قوية جدا بدنيا وفنيا ده كانوا بيدربوا بإشتراكات والتحامات قوية جدا ودخلات عنيفة ما هي الدخلة اللي هي خرجت ميسي في الشيط الأولاني وبيعمل الكرة لما استلم الكرة وبيعايز عملها بالعرض على الخط دخل الرجل جابه كتاف ما هي دي سبب الإصابة والتانية طبعا عشان رجليه ورمة اللي خرج بسببها لما رجليه لفت ساعة لما بيجري ورى الراجل ورجليه لفت من الملعب هو كان بعاية انا معرفش انا حسيتما بيعاية عشان مش هيكمل لغاية الآخر عشان هو اللي يبقى موجود لغاية آخر لحظة هو كده كده هيشيل الكهار بس هو كان نفسه ان هو يكمل لان هو وجوده خلي بالك بعد ما خرج تحس كده ان فرقة الأرجنتين بقت عادية ملهاش في اي يعني انت مثلا طول ما هو موجود في الملعب انت ممكن هتشوف جون هيديب جون هيعمل جون انت واغت بالك عندك الأمل ده بعد ما خرج الاحساس وصلني ان خلاص كولومبيا هتكسر تأثير رونالدو اقوى من ميسي في الاندية اللي بيلعبوا فيها ولا يعني ولا رأيك ايه احنا قلنا الكلام ده مليون مرة رونالدو ده الحداشر لعيب بيخدمه عليه لا بس هو في الدوري السعودي هو اللي يعني بيعمل كل حاجة الواحدة خد البطولة لا بس خلاص اللي بيقوش حتى اللي بيقوش بص ميسي لو ما جابش جوان بينزل للعب في رقيته فرقيته شكلة وحش بينزل هو ده أصدر الفرق ما بين اللعب المهاري والموهبة اللي عمضرش له عنده القدرات البدنية أصدر لو كريسيانو اتماسك ومحدش لعبه هيبقى أقل من أي حد في الملعب هيبى لعب عادي جدا لأنه هو لازم الحداشر اللعيب اللي موجودين معاه من أول حرس المرمر غلط الراجل اللي تحته أنه لازم يلعب للكورة عشان يبقى كريسيانو عندما ده لا ده في وقت من الأوقات بينزل ويرقص ويعدي ما انت شفت في كاس العالم كام جون عامله لو هو واقف واقف ولا بيجري المهم إنه هو له تأثيره كريسيانو مش كده كريسيانو عايز هتحط في الجول هتحط في الجول جاري بس أنه ما ينزل يلعب الفرقة ويموت على الكورة عشان إنه هو يصنع هدف أو يجيب درب الجزاء أو يأخذ فاول مؤثر أو يجيب جول مين في الدور المصر يعني بفكرك بالاتنين دولار كابتن انسى لا يعني قصدي الفكرة وليس اللعبين طبعا وامكانياتهم برضو انسى شا عايز تقول انسى حرام الفكرة يعني ممكن لأقول رضا عبدالعالم مساء ميسي مساء انسى انسى برضو انسى انسى احنا كنا لابدين عبكرة على لابدين اسمع الكلام ده احنا لا دولت حاجة تانية دول حاجة تانية وكرة تانية يعني انت مثلا بتتكلم انت وكابتن خالق جدالة على فرنسا على جلترا واسبانيش واخد بالك اتخيل ده لو عندنا يقولك لا الاليس صغير ما تلعبوش طعا ليه؟ لان المدرب اللي قاعد برا ما عندوش فكرة ما عندوش الحس بتاع ان ده يشلك فرقة ده يكسبك بطولة هو مين اللي كسب اسبانيا البطولة؟ هو هو ده مبارح يضيق انفراضين وعمل الاسيست الجوني الاولاني زي ما الكتاب بيقول ولا غلط طيب لو ده عندنا بقى واحد مدرب ملعبش كورة وزي اللي هو جميز ده يجي قوم جاي يقولك لا مايلعبش ألعب واحد عند 40 سنة وملعبش ده ينفعه دي ما الراجل النهاردة زي الفل ولعبلك خمسين واحد اوف ناشئ ده عمل مسبحة الناشئين الارض دي مسبحة ميت عقدة للناشئين اللي يا جد؟ لما انا حط ناشئين كلها مع بعض يا فاروق ومفيش معلم او مفيش ليدر في الملعب يبقى انت كده بتتبحش فش خالص احا يعني حتى يعني انت بقى عدلي ناصر ماهر وعبدالله السعيد طب متيبة ده يلعب ازاي وتحكم عليه ازاي غير لما حد يلعبه او حازم اسامة اللي انت لعبته او اللي اسمه عمار ياسر ده اللي هو مفروض من النهار ده يعني يشوفه له اعارة بقى واخد بالك ليدن لانك مهابي ياسر كمان موجود برا لا مهابي ياسر قولي هل ده مرهق مش ده اهدار مال عام مش انت جايبه بفلوس هو محمد عطف صح والله غلا يعني انت مسلا لعب الناس دي اللي انت جايبه بفلوس عشان لو انت جدت ماشيهم اخر الموسم يبقى احنا نحكم عليهم ما هو انا معرفش بقى هل هل ده في كلامه او اتفاق مع الادارة فان انا العب الناشئين بستنى شوية على اللعيبة اللي ممكن تكون حتى لو هلعب الناشئين عندي اصلا بس ما بلعبه بس يا فاروق لما طول عمرنا لما تيجي تلعب ناشئ بتنزله في التوقيت اللي هو يتقلق فيه يبقى فيه لعيبة كبيرة في الملعب بتشيله مش هو يشيل نفسه يعني هو هيشيل نفسه ولا لما بكون مثلا جنبه عبدالله السعيد مثلا في نص الملعب هيبقى كده فيه حافز للعيب ان هو يتقلق ليه لان فيه لعيب كبير في الملعب فيه عندك قدام مصطفى شلبي وبيلعب تحقيق اسلام انا بقولك عبداللعب الكبير مش بالسن حبيبي انا ما حطش سبعة تمانية ناشئين وحط ناس ما بتلعبش بقى لها فترة زي سيد نمار واحد زي رؤة واخد بالك قدل اتنين وعندك المسلوس الوحيد اللي بيلعب النهاردة انا بقولك مولد نجم جديد في الناشئين دي كلهم احمد مجل هو الوحيد اللي مبشر وشوية حسن ابو المعاطي اللي هو ناحية الباكليفت بس ده عايز فترة عشان يلعب يعني ما تجيبوش من الدار للنهار لازم يتمرن فترة جامدة قوي وياخد مطشات ودية كتير مع اللعيبة الكبار هيبقى مش وحش حازم اسامة ده برضو ياخد على فترات مش في المطشات يطلع يلعب مطشات ودية كتير تحت وبعد كده يبقى يسعدو السنة هو الراجل قال لك امكانات اللعيبة اللي عندي دي امكانات عالية جامدة جدا مين؟ جميز ما بعد اللقاء قال لك ناشئ الزمالك عندهم امكانات قوية طب ماشي الاعب اربعة معهم كباري سيوم يا فاروق يعني انا بقولك عبدالله صحيف في نص الملعب مصطفى شلب قدال خلي جمال متيابة ناحية الرايج حتيته صورة الجماعية ده جماعة متيابة صغنة بس لعيب كرة جامل جدا والله انت مقتنع بيه اه طبعا بص يا فاروق هو لما تيجي زيزو نجم الشباك يتصاب بعد عشر دقايق ولا ربع ساعة في مطش الاهلي هو ينزل ماشي وكان كويس لانه كان بيبوز لا بالاهلي مش كورة بقى يا رجل وحد اخد منه كورة ده واخد فاولين على التمنتاشر لو عندك عبدالله السعيد في حالته في الايام دي لو هو في حالته هيجيبه مجواد فاولين على التمنتاشر ومضيع واحدة انفراد وراي انفراد طبعا هذين انفراد دي ده عايق صغير عمده سبعتاشر في حالة احنا قلنا ده مين جمالة كب لا ماشي ما انا بقولك لما اديله بقى اديله يا حبيبي انت بعد مصر الاهلي مش كورة انا ازاي ده واع من جب مين ده يكون واع من حد اه او مثلا وقوات صغير جاي يتصور مع لعيبة الاهلي اه لما بيوقفين قدامه اه لما كوره جاي يتصور مع السورة الجامعية لا بس لعيب انا بقولك لعيب قوي جدا لو خد وخد في مكانه كمان بس الراجل مش عايز يلعبه في الحتة دي عشان تسعيلها لحد تاني مش لجمال متيبة عشان يتقالك ويحجز واخد بالك فهو لا الراجل قليل اول ان يمسك نادي الزمالك كبير عليه نادي الزمالك ايه بس يعني هل مش جراءة منه انه هو جراءة ايه يا بدا انت بتلعب يا عم فاروق انت بتلعب عشان تخش المربع الزهبي لا واضح ان بقى الامور ما بقيتش كده معا انا اقولتلك مش هيخش انتو ما صدقتونيش واللي هو اللي بيعمله ده 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 بيفتي يا فاروق انت دلوقتي لو انت كسبت النهاردة وهتيجي لما تلعب الاربع ماتشات بطوعك اللي هم مؤجلين ولا التلاتة هيبقى كامل هتبقى فارق 56 بنت والمصر واحد وخمسين شيل منهم تلاتة اللي هم بتعمطش الالي يبقى كام تلاتة وخمسين صح؟ تمام شيل النهاردة اتنين بقيت 51 ده لسه كمان هتوقع وهو انت بيقولك مش هتلعب في السوبر اللي هو المصري مش فيه اربع فرق يروح اربع فرق اه صح؟ انت كده لو انت المصري عداك انت مش هتلعب بطل الدوري بطل الكاس وكاس الربطة ولسه الرابع لسه هيحدده ايه لمواصفات بتاعت اللي هيخش ده على حسب ان لو الاهلي والبرامد اللي اتنين ما وصلوش النهاء يعني فانت في الحالة دي هتبص اصدق في كاس مصر يعني اه هيقدو الوصيف اللي هو في كاس مصر الرابع يبقى الوصيف بتاع كاس مصر لهم لسه ما حددوش يا كابتن بس عشان لأ بس انا اللي بقولك اه في حالة ان الاهلي وصل للنهاء او بيرامد هيقدو الوصيف لو الاتنين وصلوا يبقى انسا هيقدو اتنين تاني غيرهم انت اصدق زي ماك ممكن ما لعبش السوبر كمان لأ مهمش هيلعب كده هيبقى عندو الكونفدراليه والدوري بس بس وكاس مصر وكاس مصر وكاس مصر اللي هو ما بيلعبهاش لأ هيلعبها بقى انت خلاص بقى فاضي وكان الاول عندو السوبر وعندو مثلا بش عارف ايه فانت اللقتي وعندو السوبر افريقيا صحيحة من عشان ما ننسهوش برده فانا بقولك بقى يعني الموضوع صعب يعني انت بالنسبة لك مدرب زي جميز وهو بيوري الجمهوري الزمالك لعيبة صغيرة يورقي انا مالي انا عندي لعيبة جايبة بفلوس مواب ياسر ده محمد عاطف ده مين تاني كان جاي ومشفنوش في لعيبة تانية جد عندك اه تقريبا فيش غير اتنين دول لا وسامسون ووكي سامسون ووكي لا هو في 11 صفقة جد في يناير اللي فات عبدالله السعيد وناصر مهر ومهاب ياسر ومحمد عاطف مين تاني وزياد كمال اه ده ما مش ننفوش خالص ومحمد شحاتك وصيف عودة صيف فروج عفر ده بلعبه بكراي اه طيعني انت شايف سيد نمار عودته طب سيد نمار ده قعد ليه بقاله فترة انت مقعده ليه هو كاكورة اعلى فنيا بس حبته واحد قدامه لما كان بينزل مع عزيزه هو كان سبب من اسباب الدوري السنتين اللي هو الزمالك خده ما كان بينزل يامل هو وزيزه جابها واخد بالك اه هو فين انت بتلعب مين عليه بتلعب عمر جابر ما تخلينا حتش مال في الفترة اللي فتوح مش موجود فيها وخلي سيد نمار سيد نمار ده مفتاح لحب مهم جدا في فرقة نات الزمالك بس لو هو استغله في اسر حمد طبعنا كتن واحمد حمدي برضو لا ما اسر حمد خلاص واحمد حمد ومصاب واحمد حمد ومصاب فانا بقولك اللي في كل ده بلعبه كان هم التلاتة ناصر ماهر وعبدالله واحمد حمدي لا زياد كان معتمد عليه ولا محمد شحاته غير لما موته نفسيه لما انت تتخيل لما كون اتنين احسن اتنين ديفندرات موجودين عمدك في مصر ومنتقب اولمبي وتيجي تلعب عليهم دونجا هم لما لعبوش يعني دونجا لا طبعا هم دولة بص دولة الكرة اللي هي جاية الكرة اللي انت بتطلبها لا مش ليهم وقتهم لا اسمع الكلام بقى خلاص اسمع الكلام طالما انا جيه البديل الكلام ده قبل ما هم ييجوا هو زياد كمال ده مكفوع فيه قد ايه اعارة مش بيدفع كمتن برضو ما هو دونجا دونجا لا يبقى اساس عنده جميز على فكرة صدق بالله اه زياد كمال ده احسن ديفندر في مصر الفترة اللي جاية دي ويتفرج عليه في البطولة اللي هي انت متوقك ايه 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 لعيب كورة هي دي كورة بص محمد شحات انتوا طالعين بإمام عشور السماء ليه عشان ايه بياخدوا الكورة وبيروح على الجول لعيب كويس طبعا شمال وينين واخد بالك بس ايام ما كان في الزمان وكانت الكورة كتير ما تنتهاش منه فانت دلوقتي عندك ديفندر اسمه محمد شحاتة بيعمل لك كل الحاجات اللي هي في الكورة الحديثة الضغط الاستلام التسلم التكملة ورا المهاجمين والارتداد السريع والانتشار السريع فانت عندك لازم يكون واحد جنبه بلعيب كورة عالي لو الاتنين دول بيلعابه وقدامهم ناصر ماهر او عبدالله السعيد فرز الزمالك هتروح في حتة تانية مع سايد نمار ناحية اليمين مع احمد فطوح لما يرجع مع الوينش لما يرجع وعندك اه لازم يلعبه حد غير المسلوسي لازم لو الزنار يرجع بقى ويشتروا مساك كويس قوي حسنا ابن جيد ايه؟ اللاعبة دي مع كل الاحترام كانوا بيلعبه عشان ما كانش فيه لعيبة انت عارف احمد مجدي اللي هو صغير ده كورته اعلى مئة مرة من حسنا ابن جيد انت بتتكلم على الكورة ولا على واجبات المركزة كافة؟ واجبات المركز اه قول لي واجبات المركز واجبات المركز هو اعلى مش محتاج انت سرد باك يبقى لعب كورة اوي مش لازم يبقى عالي اوي كافة ليه ولو بقى عالي اوي ده يبقى خير وبرك لما ده هياخدوا الثقة لا اعلى من حسنا ابن جيد بكتير بجد انت شفتوا كده النهاردة لا اوي المطش اللي فاته برغم النهاردة يعني في حاجة مفروض طبعا دي بخبرة المطشات والثقة اللي هو لما عدت محمد صبحي وهو شاطها وجاد في الفيرود وكانت ممكن تروح وهو ما اتطلحها كورنا كده ما تشوتش في الاتجاه اللي جاي منه اللي عيب ودي برضو خبرات ودي مطشات هي اللي هتقال انما هو كستايل كلعيب كورة بيقف عالكورة وما بيترقص وعينه عالكورة ده النهاردة مطلع كام واحدة غير المسلوس المسلوس ما بعرفش يمسك خلي بالك النهاردة في كورتين لا وحسام اشرف موفق جنين اللي هي عدته وهو حسام حقتها وجات من جنب القائم ليه جميل مبارة النهاردة كان محمد صفو تخيل؟ والتاني والتاني مصدد واحدة ما تتصدش بقول والكورة بتاعت حسام اشرف دي لو جات في دي تدخل شبك بقول مش هي لا يسأل عنها في حاجات انت عندك في فرقة الزمال طب الراجل يكامل ولا يمشي؟ لا يمشي قولا واحدا يمشي اللي بعد ما يجيبكم فدرالية يعني لاجل النبي متعمليش بقى زمالك لا لا انا بكلمك كورة برضو لا لا كورت ايه سيب ايه و انا بقولك هو واضح ان المداري المكمل ليه هو بيقولك انا او دامنك من اللي احنا شايفينه اتفاق مع الادارة يا عم ادارك ايه الادارة مع كل الاحترام ليه ايه هم اصلا يعني مفيش عندهم لازم يجيبوا حد يفكر لهم في الفنيات يا فاروق مايسيبوش الدنيا الراجل ده هيغرق الدنيا الراجل ده لو قعد انت السنة جاية باللعيبة اللي انت لما فين جوم كبيرة كابتن موجودين في المجلس الادارة فين اللي جوم؟ كابتن حسين السعيد؟ فين؟ كابتن احمد سليمان؟ فين؟ موجودين؟ ده ده مع كل الاحترام دول جنين انا عايز فني ملعب مش حراه اه ماشي خساب لهم حراس المرمى زي ما خلصوا على محمد اه عواد كده هم خلصوا لكين على محمد عواد؟ دي عواد خلص ليه كابتن فيه قعدة اللي من جايين عشان نشوف تعملي التجديد ولا هيجددوله هم لو هيجددوله هم لو هيجددوله ما كانوش ركبوا صبحي عليه ما كانوش جدده لصبحي هو من الاولى تجدد لمين عندك عواده محمد صبحي عامل مشكلة وعمل مشاكل تكون تجدد لمين الاول لو انت عايزه طيب اسمحنا كابتن بس نبارك كابتن كو شريع حقيقة على النقطة لانها نقطة مهمة يعني برضو بتحط البلدية مازال في المنافسة والخروج من الموقف الصعب اللي عندهم كابتن احمد تحاتي لكابتن حبيب يا كابتن فاروق ماذا عليكو على كابتن مصر النجب الكبير كابتن الرضا حبيب يا ابا حميد حبيب يا كابتن احمد انت النهاردة لانت ولا مجلس الادارة ليكو زنب في التعادل لعيب النهاردة لما شافت لعيبة الزمالك بالذات الناشئين الشوت الارلاني كانوا لازم يكسبوا دي لا بتاعتك ولا بتاعت مجلس ادارة لان انت عايز تقعد في الدوري هتكسب امتى فاسهل ماتش انت عندك كم ماتش؟ 29 ماتش دولة يا كابتن هو فقدللك 5 يعني النهاردة اسهل ماتش من الخمسة يعني مباركلوش يعني النقطة دي انا بقولك هو مالوش زنب لعيبة في الملعب وانا لما لعب يا فاروق قدام مثلا ست سبع ناشئين ايه بس قدام الزمالك برضو كابتن حبيب حتى لو الاهلي حتى لو ريال مدريد ده لعيبة اول مرة تلعب مع بعض انا بقولك كلعيبة نشد عشان نجيب جول ونجيب التاني ونكسب طب كابتن كوشان انت قلتلهم الكلام ده كابتن يعني هل انت لما شفت تشكيلة ناس الزمالك وجهت ليهم تحفيز اكبر من كان قبل مثلا ما تشوف التشكيلة والله كابتن فاروق انا قبل المباراة كنت متوقع الاتنين سيناريو للناس الزمالكة يلعب باللعيبة بتاعكم كبيرة ويبدأ يدفع بالناشئين يأما يلعب بالناشئين ويخليهم لانه عمل كده في المطش اللي قبل اللي فات وكانت لما نزل ناصر ماهر وعبدالله الصعيد جابوله جوان فقلت لهم وارد من الزمال كامل كامل لما جال التشكيلة انا غيرت الطريقة النهاردة على فكرة لو الناس كانت شافت لعبنا النهاردة الطريقة التلاتة في القلب واشتغلت هنا على الاطراف وكان النهاردة يعني من نجوم اللقاء النهاردة الاطراف بتاعتي ولعبتي بتنين فيروت فكت بصراحة طمعهم في المكسب وقلت لهم هتلاقوا المباراة سهلة وهتلاقوا فرص بس استغلوا الفرص اللي هتيجي انا بقولكه هنلاقى ايه مساحات وهنقدر نوصل طبعا لما لعب المجموعة الشباب في الناس زمالة مع اللاعبة الموجودة الكبيرة برضو انا عايز اقول حاجة ان فريق بلدية المحلة بالكامل من اول حارس لحد اخر لاعب اول مرة يلعبوا دوري ممتاز ما عندهمش خضرات قبل المباراة انا كان عندي لعب اميسي اللي هو لعب معي قبل كده وكان لعب كويس قاعد مع الادارة وعنده ظروف خاصة ببلده السافر وسما انا كان بادئ المباراة مبارح ايه وضغطه عالي ودخل المستشفى ورجب اعتذر لانه ضم تعبته يوسف حسن كان بادئ المباراة معانا برضو يوسف يشتكي من عضلة البطن فتخيل انت ان فرقة زي البلدية خمس ست لعيبة اساسين مش موجودين وتشتغل مع ناس الزمالك حتى لو ناس الزمالك حاطط خمس لعيبة شباب وسط اللعيبة فده لعيبة لحرك منطقة مصر حواليهم البسنوسي منطقة تونس روقة عندهم صبحي احنا ما عندناش خضرات لكن وصلنا للمرمى بتاعهم كتير جدا احنا كان ناسم التوفيق انا بصراعة خارج من المباراة علان جدا وقلت لهم حتى الشوق الاول احنا خارجين مضايعين اربع فرص اكيدا طبعا الناس الزمالك نادي كبير ويعني والمباراة بتبقى صعبة معاها حتى لو هو بيلعب ده بعض اللعيبة الناشئين لكن المباراة بتبقى صعبة ضغطة عليك بصدر قايرة مع جمهوره مع اللعيبة اللي نزلت الشوت التاني ومع ذلك الشوت التاني برضه قطحت لك فرص سهلة جدا جدا ان انت تسجل فرص في السكسياردة انفراضات اه فطبعا العيبة يعني اه 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 قدوا مجهور كبير وعملوا مجهور كبير ولكن فعلا كان لازم نجرب النهاردة الزمالك لان كانت فرصة كبيرة واحنا ازاي ما شفت كابتن رضا انا ده لعب ضغط عليهم اول لما لقيته بيلعب المجموعة دي الصغيرة انا ضغط من اول المباراة الزمالك من كانتش عارف يخرج اخو الكرة حتى في نص ملعبه يا كابتن احمد ما انا لسه بقول محمد صبح نجم المباراة برافع ليك انا خارج انا لما لقيتهم بيتو الحارس عندي كان لازم يخلصوا الشوت الاولاني يا كابتن ايوة دي حقيقة جلنا فرصة يا كابتن لكن اللعيبة اه يعني اه اه حت برضو خبرات والضغطات يا كابتن رضا اه اللعيبة دي اول مرة تلعب دور ممتاز لما دخلت في الضغطات بقت الامور صعبة عليهم ما عندهمش التوزن شوية في حتة خبرات ملعب انت عارف يعني خبرات دي تيجي من اللعب الكتير في الدور الممتاز دور الممتاز قبل كده وبيلعب مع الزمالك وهو انا مستلم المهمة الفريق كان قابليه عشر ماشراتنا بيكسبشه خسارة خمسة صفر بالبنك الاهلي وقابليها مش عارف ثلاثة ممين فاللعيبة معنويا الحمد لله المصرات اللي فاتت كلها بلا استثناء بلا استثناء احنا كنا الافضل فيها ونكسب فيها يعني الماتش المصري ما ضيعش علينا فرصة فرصة واحدة ولكن ضربت جازات حسبت اه خلصت الجيم من اللعب يوتشارت نكسب في يوتشارت في الديئة تمانية وتمانين كرة واحدة هاكمة ليهم جاك جون دي برضو قلة خبرات لكن النهاردة برضو انا باشكر اللعيبة على المدود اللي عملوه برضو نبنى عليها اه ان شاء الله لسه فيه ماتشاط وبدال فيه ماتشاطي ما ان شاء الله فيه امل اه فانا باشكر اللعبتي وكلامك كله مزبوطة كبت الرضا وزي ما انت شفت انا ضغطنا على الزمالك ضغطة عالي جدا 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 من بداية المباراة مكانش باخرخار الشروط الاول ولا فرصة للزمالك علينا ليه لان انا شفت تشكيل الزمالك وطولهم هنالعب ضغط عالي عليهم طول ما انت بتلعب فيه عشرين خانسة عشرين يارضا قدام مش هتتعب لكن هتروح وترد هتتعب اكتر خلينا فوق هنقطع ونوصل لجنوب لكن اصعب مباراة شايفة كابتن بقى في المباراة القادمة بالنسبة لك والله طبعا المباراة كلها صعبة عنك سراميكا اللي جاي سراميكا فرقة كي لو عندها سكواد عالي ولعيب امكاناتك كويسة وفرقة مرتاحة معا ما بتلعبش على هدف كبير فانت برضو لما بتلعب فرقة مرتاحة بتبقى يعني اصعب منك تلعب فرقة مضغوطة زيها فلا طبعا المباراة صعبة والمباراة اللي بعد كده كابتن عندك بعد سراميكا مين بقى يعني لو عندك المعلومة كابتن ازاي كابتن لازم تكون عار لا هو السوت قطع مينة كابتن معاك بعد كده عندك ال عاربة متشاربة كده عندي سراميكا وعندي الاسماعيلي وعندي مين؟ اسماعيلي جونا ثم اسماعيلي جونا ثم الزمالك تاني ان شاء الله المباراة تاني لا ماتشارت صعبة طبعا ماتشارت صعبة مين السهلة كابتن فاروق لا انت لو بتلعب الفرق اللي في القاة خلي بالك برضو قابتن احمد يعني هي متشارت صعبة اه بس النادي الاسماعيلي ما بلعبش على هدف دلوقت نادي السراميكا ما بتلعبش على هدف يعني دي برضو بالنسبة للمطشات تحصيل حاصل برضو يا كابتن رضا الفرق اللي بتلعب وهي مرتاحة ما بتغلطش كتير زي الفرق المضغوطة هي دي المشكلة انا مشكلة فريقي لا بيبقى ليها طبعا جانبين يا كابتن فيه فيه ناس ممكن موقع بمتاحين ممكن خلاص يعني بترمي الفوتا ما بيبقاش الاسرار او الهدف لا وممكن يا كابتن برضو زي ما قال كابتن كوش ايوما احنا سلاحظوا حدين يا تنزل رمي الفوتا يا اما تنزل مش في النقصة بتعمل بقى ما يشتح بقى سراميكا عنده لعبة كتير دقيلة وهدفين عنده عنده خط الامامي عنده رص ملعب قوي جدا يعني لا طبعا بنحترم كل الفرق واحنا دينا المباراة اللي فاتت والله احنا كانوا يسنا التوفيق يعني في اكتر من المباراة لكن اه النهاردة زي انت شايف نزل مالك نزل كل اللعبة بتاعته الكبيرة ومع ذلك احنا كان في فرص نقدر نخلص بها الجيم في اكتر من من يعني النسبة يعني بس فيه لعبة كانت بتلعب معاك الشوت الاولاني والتاني يا كابتن يعني احمد ربينا ان فيه لعبة كانت فرقة الزمالك بتلعب معاك يعني عمار ياسر كان لو الزمالك بيغيب عنه لاعب والاتنين بيقولوا غاب عنه لاعب انا غايب عندي فرقة كاملة انا لو قلتلك اللعبة اللي مش موجودين معايا في المباراة دي كتير ومع ذلك انا قلت له من اللي هيلعب اي حد هيلعب قدال حفظنا وشربنا الطريقة اللي اشتغلنا عليها اي حد هيلعب ايبقى كوي فالنهاردة انا بلعب الزمالك بثمين وعجمين صريحة يعني كان النهاردة حسام اشرف ومعاه حمزة الاثنين ووحيد ثالث سير والثالث معاه وكت ضغط الزمالك من اللجنات وصلنا فكان كنا عايزين نكسب ولكن في حاجة بتاعت ربنا مش بتاعتنا التوفيه ما كانش معنا لكن قدنا مباراة يعني حضرت زي ما قلت وكتب فاروق يعني مباراة يعني الناس احترمت الفرقة وقالت ان فيه فريق بيقدر ولسه بدل فيه مواتشات يبقى ان شاء الله فيه امل بيز من الله تعالى ان شاء الله كابتن كوشير بشكر حضرتك واكيد نقطة برضو مهمئيا كان طبعا كابتن كوشير كان طمعا في الثلاث نقاط بناء على فريق الزمالك اللي كان نهاردة بتشكيله حقيقة ممكن البعض يقول انها سهلة انك تكسبها لكن اكيد ما زال طبعا بيفضل نادي الزمالك لا لو فيه توفيق يشيله ثلاثة الزمالك الشخص العلالي لو فيه توفيق لفرية البلدية صحيحة ثلاثة دكات زمالك جاله كور ما فيه شاء الله كورة ناصر بانتسي لا وفيه تزديد لا مش دي فيه واحدة بعدها كابتن برضو بتاعت نصف شلبي نص الجول ده الجول لازم يمسكها يعني انت قصدك الزمالك ما يقولوش غير فرصة واحدة بس بس هي دي اللي اكيدة معهم في المية يعني عشان كده بقولو فيه لعيبة كابتلعب معاكو برضو طب اسمحة نطلع لفاصل كابتن نرجع نكمل كلامنا مع كابتن رضا وهكمل في النصف زمالك حياه لان انا عندي برضو تقييماتك للفريق النهاردة بالنسبة للمباراة سوابها يعني هم نكلم لعيبة صغيرة ومش صغيرة برضو لديها التقييمات الخاصة بيها بلعبها النهاردة نطلع لفاصل ومكمل من موحدة فالنهاردة او مش مختلفة يعني كان عملها قبل كده ان هو قاعد بعض العبين بس مش بتكم ده الحقيق وفكرة ان هو بيعملها ومش مرة والتانية هل ممكن في المحشط اللي جاية يكررها بنفس الشكل من وجهة نظرك مدام ده ده حصر كذا مرة لو كررها هيخسر لان اول مرة كانت قدام الاسماعيلي وربنا سطر ولما نزل لعيبة الكبار كسبوا اتنين واحد جينا بعد كده النهاردة طلع الجيش طلع الجيش كابتن ما عملاش كده لا بدا بالتيمي الاساسي عبدالله وناصر ومصطفى الشهر ما دي غريبة بقى على حسب قوة الفريق يعني لا بس هو مفوض اسماعيلي ده كان فريق كبير يعني قصد النهاردة البلدية وتوقع ان ممكن يقدر من خلال اللعيبة دي ان هو يفوز برضو حتى لو نزل لعيبة ناشئين ده وجهة نظر ممكن تكون عنده لا اوه معندوش وجهة نظر خالص اصلا ومع كل الاحترام يعني ده جاي تعلم فينا التدريب باخدكم فضلالة كابتن يا عم يدعي ربنا للمئة الف اللي كانوا موجودين في الاستياد طب لما كسب الاهلي ما الاهلي عنده جمهوره برضو ده كان هيخصر بالتغييرات بص هو في مطش الاهلي والزمالك ده هو مضيع برضو كاس مصر قابليها يخلي بالك بس بيلعب الاهلي بيلعب الاهلي عنده لعيبة كويسة عنده لعيبة كويسة ولما جاي حط بصمته ام جاي مطلع كل اللعيبة اللي بتمسوا الكرة ونزل لعيبة ده من عنده ربنا برضو ان هو كسب ده انت بعد جونه احمد عبدالقادر الدنيا سودت وقت بالت لولا ربنا بقى والنرايد ان الزمالك ياخد المطش مع عمر ما كان هيروح ده الجونه التاني جاي من قوت يا مش جملة اه بعد كده ربما انت جبت الجونه التاني عملت زند في الزبعين تأمل هجمات مرتدة وقت بالت ماشي انما قبل الهجمات المرتدة دي انت ما روحتش للجونه بعد الجونه عبدالقادر صح ولا غلط فهو راجل فنيا قليل اوى يا فاروق على مدار اربع سنين معك يا كابتن نادي الزمالك رأيك انه ما جروش اي مدرب فني اه مدرب الفريق عالي فنيا خالص على مدار اربع سنين احنا لا ده ده وقبل الاربع سنين احنا هنا في البرنامج بس وقبل الاربع سنين وبرضو بالنسبة النادي الاهلي انت نفسه واضح لا ليه بس ما انا كان لسه احنا في البداية هو راجل مش يا راجل ده مخلصلك دوري ووصلك للنهائي وانتو ماشيتوه با تسمع التلالي هو اللي مش يا كابتن يا بقى بص ما هده اللي انت بتصدروه للناس اللي غلابة اللي بتصدروه للجماهير ان الراجل مشي ما هانت اصلا جبت واحد يعني واحد عمل لي كده همشي ليه بقى هقولك ليه قول لي ليه يا كابتن لان هو فرض عليك ان انت متجيبش لعيبة ولا تمشي لعيبة انت ما بتحبش كده على فكرة موسم كانش اسا انتا يا حبيبي ما ابجي مين اللي كان جايبه وقال لك هتعمل برنامج وانا هطلع هروح على الكريسمس بتاعي احتفل وبعد كده لما اجي هقول رأيي جي الامي تأيد ولما لعبه وما اقتنعش بيه قال لك لا فطلعه بعد كده اللي هم اللجنة والناس اللي موجودة قلت لك لا هو ده هو اللي طلبه زي ما بقى انت برضه هيحصل مشكلة الفترة اللي جاية دي على مودست هيقول لك كل اللي طلبه هو اللي ما كانش طلبه وبكرة الايام بيننا لا هو الطبيعي ان الراجل كان موجود ماشي انت عايز فريد جبنالك فريد ماشي ما حدش هيقدر قول لا انت جبت خلاص لما جه بدليل ان هو اداله الفرص كتير حبيبي ما ممكن برضه يكون هم مؤثرين عليه يديله لا مش شخصيت كله ركب مش شخصيته والله طب و لما قاعد مام عشور هنا وقلتلك انه ما عندهش اصابة انت وقلتلي عنده شرخ وعنده رشح فاكر مصلحة الفريق لا مش مصلحة الفريق مصلحة الفريق ان العيب زي داي هو اوه بص هو ده 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 نرجيسي راجل نرجيسي هو عايز دايما كل الناس قول كل القرار فلما جي مام خد منه السيد فقام جاي مقعد حتى لو على حساب فريقته اه طبعا طب هقولك على حاجة طب ما في عز عز بيرستاو قعده في عز عز ايو عشان اكتن مفيش حد بيأثر على فريق نادي الاهلي لو قعد ما عندهش مشكلة اللي عايز يمشي اللي عايز يوعد يوعد لا يا حبيب ده انت وانت شايلي الفرقة ارجع كده ارجع أصل انتو بتنسو انتو بصوا حلويكوا ان انتو بتسندوا في الغلط عادي في الصحي عادي بيه هسانا في الغلط ليه هسانا هو الاهلي بيكسب يا كابتن وبيكسبش الاهلي يكسب اي حاجة لو غلط مش هيكسب اسمع طب هقولك على حاجة مين اللي فدش الريدس ليه مين اللي فدش الريدس ليه بمعنى عشان لعب ماتش وقاب جولو كان كويس وقعد بقى اصدقى الماتش اللي بعدين طبعا هو انت دلوقتي جايب واحد بعملة صعبة طب وانا بعمل الروتيشن ده كتبت لا بس لعيبة معينة لا انا جايبها وحطت امل فيها عمال جايبه ليه يبقى خلاص ما جيبوهش بقى واعمل الروتيشن بينك وبن بعض هنا وخلاص هو اللي داريب بالنسبالي كريستو الحقيقة مش مش ريدا سليم في لان ريدا سليم بيلعب وبيلعب و الناس كلها شفيته خلاص يعنى يمشي زاي والجبلي كريم ندد مع كل الاحترام معين ده مركز وده مركز واخدبالك انت دلوقتي عندك قفشة والكندوزي و كندوسي واخدبالك فهي المشكلة كلها ايه ان انت بعندكش انا افشة في الحتة دي ومفروض البديل يبقى كندوسي برضو كندوسي اغدالك ماش انت مشيت ومشيت ومشيت وبينانا على ايه ده الراجل مكسر الدنيا محسران لا لما راح لا يا حبيبي قبل ده انت لسه مكسبك المصري وقمت جاي تاني يوم قمت جاي ما ممشيه مش هو اللي خلاك خلت تقص مصر انت مش كنت خسران في المصر في مطش المصري وجات ضرب الجزاء بتاعت حسن الشحات مين اللي جاب لك الجون التاني يا هو اكاف او مشيه مش هو اللي وصلت لنهائي كتبص بس اللعيف كان عايز كده كتب عشان الراجل مش حطه في حساباته زي كريستو ما كريستو عازمش ليه بيرستاو عازمش ليه ريدا سليم عازمش ليه مش دولة المحترفين اللي هو الجون في عهده في عهده ولا مش في عهده طب هو كان قالك لا مش عايزه كان حد يقدر اقول بيم محدش هيقدر اقول بيم بس هو يقولك انا عايز وبعد كده ما ييجي ما بيلعبوش وهنا لازم عشان اجيب ما ده ادار ما العام بقى لو جينا للجد لما يكون عندي لعيبة جايب تلاتة ونص مليون دولار او يورو وانت تيجي ما تلعبوش او تيجي تطلعوا اهده ده مين ده جايب تلاتة ونص ريدا سليم ولا ولا انا بقول حاجة بمليون ونص زي مودست ده مش ادار ما العام اي ان كان المادة طبعا طبعا ما ما قداش وما عملش اللي عليه يعني مثلا بيرسي تاو عمل عليه وزيادة واخد بلد بس هو خلاص بقى وصلت المشكلة بينه بين الراجل ده طايق ده ولا ده طايق ده لا ده عايز يشوف الملعب ولا ده عايز يشوفها على الدت بس الواحد لما بيشوف حقيقة كولر وعلاقته باللعيبة سيبك من دول بص مع اللعيبة الحدي الوضع بيقول ان ده مدرب عارف كل لعيب يعني حتى لما قعد افشة ولما قعد كهرباء ودسة كرباء على فكرة دسة داخل اهول المعصر وقفش ده يقعد لأي حد بالله عليك يعني هاتلي الثلاثة بقلصة لا مش فكرة ان انا اللعبه اساسي انا ممكن استفاد منه زي ما بيعبت كده طبعا انت المطش اللعبين ما لعبوش ليه وهو جاب جول والدنيا زاد فل لا المطش اللعب لي مطش بيرمان اه وما لعبوش لي اللي هو مطش الطلاقة انت ما بداش ليه بيه في وقت من الوقت انت بتلعب فرق كلها على بابا الله وبتهبط ما لعب افش عشان يعملي اسستي يجيب جون يعمل لي جون يمسكلي كورة يخليني الشكل الهجوم بتاعي اه فيه ايجابية صح والله غلط حتى لو طايم ياعموا وطلعهم ممم ما بيعتمدش بس يعمهم بستخدموا في مطش مهم بيستخدموا لما لما بتسود فعنيه وبلاقي فرقة اقوى منه بيقوم جايزة اقربة طبعا دي حاجة ميزة حالو القفش. لا طبعا. لا طبعا. ما انت لازم. لما لقي فريق انا مش عارف اكسبه بجيب لعيب كبير. لا ما تقعدوش تحلله. ما تقعدوش تحلله وتقول لي يا بقى لعيب كبير ده هو بيقوم جاي حاطوتهم في قوش المدفع عشان لما ييجي يقولك ايه كهربا مع السلامة اه افشة مع السلامة مش عايزه. مم. بس هم اللي يعني ربنا بينصرهم عليه. هو انت نصرك. نصر. انت محاسست ان ان الكولر بيحارب نفسه. اه طبعا. ما بيحبش حد ياخد السيت عنه. ما هو لو كده كابتن باللعيبة اللي مفروض ان هما بيكسبوه وهو بيقعدوه يبقى كده بيحارب نفسه. طبعا ايه هو مش برضو نفسي الكوصل لفناد الزمالي. جميل. اه بس ده بقى عشان خده طولات فعنده الانا عالية. انا اللي كل صغيرة وكبيرة تنسب لي. ما تنسبش لللعيبة. ولا للادارة. ولا للجماهير. مع ان اول ما يزيني يقولك ايه انا عايز الجماهير تملى الاستاد. اول ما يزيني بقى ويعرف ان الموضوع في خمسين خمسين. او اسكى من كده كابتن. يعني يعني هتعامل مع الجمهور الاي ان هو اللي بيكسب مش الجمهور اللي بيسنده كمان. ده الجمهور اللي بيكسب. ده معروفة. انت المطش اللي فات دوت لو ما كانش الجمهور موجود انت مش هتكسب. اه طبعا. ماشي. مش هتكسب. ان الجمهور طبعا عامل مهم جدا. هتضحك على بعض. اه. انت عملت تلت ساعة اللي هو الارض كانت مبلولة فيه. انت اللي سيطرت وانت اللي استحوزت وانت الكلام ده. بعد ما جبت الجمهور في واحدة بتاعت وسامة ابو علي. وبعد كده ما شفناكش تاني. لغاية ما اه بيرامت زجاب الجم بتاعه. بعد كده بيرامت زجاب الجمهور التاني. يعني. فحاجة لها برضو العجب. ضرب الجزاء من وحي الخيال. فيها انزار. فيها تسلل من البداية. احنا شفنا. يعني برضو يعني عايزة اه اوصل برضو للناس اللي هي. ايه. هو حكم اجنبي. انا مانده جايبينه ملوكالة البلح. حكم اجنبي ايه. ده ما عنده. ده فيه فاولات كوارث. فيه ضرب الجزاء دي كارسة. بتاعت حسين? طبعا. مم. سيبك سيبك من ضربة الجزاء الاول. اه. فجأة لان حسين على التمنتاشر لوحده. ام. انت بتاعت امام عشور اتعادت ستاشر مرة. لا بتسلمشه الصايد. يا عم انا ما بقولك افساد ام الصايد. اه. اديني زي ما انت عدت بتاعت امام عشوره. ستاشر مرة. عدلي دي. نشوف الخطوط هو واقف فين. احنا اتفاجئنا ان هو رايح على التمنتاشر لوحده. يا عم. مش كل ما انا اروح ترجع لي. يا عم. يا عم. طب ما انت بترجع يا حبيبي. في حاجة في الخفاءة بتتلعب. حبيبي لا لا ما انت بترجع. الا عادة ما جاتش مرة. ولا اتنين. حبيبي ما انت بترجع. انت بترجع. هو عندك اهو. انت بترجع. اهي. اهي. اهي الكرة اهي. اهو شايفين مغطي. اللي هو في قلب الملعب ده. ماشي انت لسه جايبها ده اكسن بلا لسه شايفها دلوقتي. انت? اه. مش كلتك انت بك. حبيبي لا انت هنا جايبينها انت هنا عشان انت هتحللها. اه. انما ساعة المطش ما اتعدتش ليه عشان نبقى عارفيني. دي رقم واحد. رقم اتنين. كرة حسين الشحات. الراجل اتزحلق انا قلت جات في ايده. في البداية. انا قلت. اه. اتحسبت ضرب الجزائي عشان لما عمل كده. يبقى. لان الكرة جات من بعيد. تفاهمني? واتحسبت وتشاطت وكده. لما جينا بعد المطش. فجئت. ده هو اللي حاطت رجله على بطن محمد اه حمدي. اه. هو المسافة يعني جسم محمد حمدي بعيدة الحقيقة عن رجل اه. ده دفاول وانذار على حسين الشحات. انا بتفهم معي. ويتطرد. لا لا مش للدرجات يا كنت. لا ما تسترخد انذار. هو رجل معلش يوقف نفسه. لا لا. ده هو اللي رايح. ده ده ده. ماشي معي. عشان انا كطبيعي. ده لعيد محند ده انتو لازم تعملوله تمسال حسين الشحات ده. انا مش عايز اقول لفظ تاني. انه هو عارف كده. قام جاي دايس على الرجل عشان هو ماشي ياخده معي تحسب ضرب الجزاء. مع حكم مع كل احترام. لا اما انا بقول. محنك يعني زكي يعني. زكي عشان لبسها للرجل اللي هو جاي من وكالة البلح. هنما طب ما راحش للفار ليه. عشان للفار قال له. مش لازم. ما هالفار اصلا مش فهم حاجة. ما هالفار لو الفار. ما هالفار اصلا برضا على يعدوا اتضرب الجزاء يعني. ناس مش معالفين. الله اعلم بقى. مش عالفين ولا زمانك ولا بيرامدز ولا. اسأل اسأل. ولا اهلي. حبيبي اسأل مين اللي جابه. اسأل مين اللي جابه ايه. مين اللي جابه. بحاد الكور. طيب هو بيسألوا بقى هم قالولهم ايه على المطي ده. يعني انا بقول لك اهو. بصوا ولا حتى تريد له فين. شوفوا ولا حتى تريد له فين. وانت بتقول لي. طب ضرب الجزاء عبدالمنح. وامام. يا كتع. يا راجل حرامه عليك. يا راجل حرامه. اذا كان الراجل فاول عليه اهو. بص بص عبدالمنح. بص رجل دايس ازاي انا. ما دايس دايس. يا كورة في ايه. يا كورة في رجل عبدالمنح. هو انتو لكم الحاجة محللة لكم. يعني حتى برضو في ناس تلع تقول لي. الجوم بتاع بيرامدز التاني اه او صايت. على فخر اللقاية. لا. لا في ناس قالك كده. جول. مواقع عندكم قالك كده. وفي ناس اه ما. هتروح بعيد ليه. المحلل اللي احنا مش عايزين نشوفه تاني. بتاع التحكيم. تلع قال ايه. كل كل الحكام تلعت قالت ايه. وهو الوحيد اللي شايفها. وبيقول لك لا ده انذار على محمد حمد. بتاع ال اه. ينفع. المجاملة مش كده. جامل بس مش كده بس. جامل مسلا في بتاع تعب مانعم دي. ممكن. تعبت بالك. بس انا اكسم بالله اول مرة شوفها. ليه. لان مخرج المباراة مركز عليه زي بتاعة امام عشور. بتاع امام عشور في اي حاجة. ده الراجل بيرقص كرة طولت ام جايرا من نفسه. ما شفناش حد اللي اتنين عاملين كده. يديهم كده. ورجلهم بعيد. طب اتضرب امتى. عفريك عبله. الفي الحتة دي كان فيها عفريك عبله. وانما بتاعة عب مانعم لما انا شفتها اول مرة شوفها. لو هو عاد هانا مرة واتنين نقول اقدر بالجزاء ولا لا. برضو المخرج المخرجين علوهم دور دلوقتي. انت تتفرج مبارح على الكرة بتاعة ميس اللي تصاب فيها. اه. شوف جابوها كم مرة ومن كم زاوية. اه دور قصة تانية خبتن. طب ما احنا عايزين نبقى كده. اه. امان انت عاد ستطوروا الكرة. هقولك على حاجة. اقدروا الكرة دي هما هما عادوها لك ليه? عشان ما فيهاش ضرب الجزاء. اه. لان الناس كلها لما مست ضرب قلنا ضرب الجزاء. صح? فعدها لك من اليمين ومن الشمال ومن ورا من قدام عشان يبين لك ان مست بعد ما حطي رجله بره. بره الخط الرجل ام جاي مكمل فيه. بره الخط. واخد بالك وخلاص كان الكرة تلعت قاود. يعني الكرة تلعت قاود فقدت خطورتها. فالتاني بيحط رجله ام التاني دايس. واخد ده. اتعادت كم مرة ومن كم مكان. عشان بس يبينه ان هي مش ضرب الجزاء. وان كان الاحتكاك بعد ما الكرة خرجت بره. وفي الدلت. انا ما احنا عندنا هنا مصيبة صودة. انت بقى الكرة مثلا هنا بيعد لك اجمع للزمالك او للاهل. ولما ييجي بيالك يجيبها على مزاجه هو مش على مزاج ان انت تشوفها من جميع الزوائع عشان تقول فاول ولا ضرب الجزاء ولا كده. ده برضو انا اقول لك ده ضمير. ضمير. طيب ولو الدمير المعدوم. نعمل. او يا كابتا ما نخش. لو الدمير. لو الدمير عنده انتماء ايا كان. ينفع. لا مش عايزين برضو هو بيعمل شغله. لا لا. شغله. زي ما انا بعمل شغلة هو. انا بقول لك ايه. انا اهلاوة هو. اه. قلت لك. مش ضرب الجزاء. هو مش هيقول كده. هو هيجيب لك الحتة اللي انت تقول فيها ضرب الجزاء. هي دي كرة حسين الشحادي قاعد ويفننه ويجبها من يمين والشمال. لقوا ان حسين هو اللي بيروح ويحط رجله على الراجل. ما عارفوش يلعبو فيه. ما ان مثلا جات في ايد الراجل. لان الكرة بعيد. الراجل ما كعبلوش في الاول واخد بالك. بس. اهلي بالماتش ده الماتش بتاع بكرة. بعد كده عنده ابو اير. اه. انا برضو عايز اقول حاجة بالنسبة للكاس بس عشان. طب بس اقول لك سوريا لعنده الالمونيو ما انا اسف. الزمانك عنده بروكسي. اه. خميس وجمع. الزمانك خميس الاهلي جمع امام الالمونيو. طيب. عايز تقولي على كاس ما انا. الناس دي. اه. مبطلة من شهر اربعة جدا يعني. احنا في شهر اه. يعني فرقة مثلا جابت صفقات. لان اصلا الدورة عندهم انت. لعيبة مشت. ولعيبة جت. ولسه معملوش فترة اعداد. ازاي يلعبو. طب انت ملعبتوه مش ليه. بعد بعد على طول ما تقوليش ما فيش وقت والكلام ده. يا اما كنت ولطولهم ما يلعبوش. وعدلت. للسنة الجاية. ما انت. احنا لسه لعبين سنة 2019 لسه لعبينه من سنة. مم. فمش كاس ما. وبعدين يعني برضو الناس المسؤولة طلامة. اهلي وزمالك بنسحقه من كاس الرابطة. الغو يا جدعان. الغوه خالص. عايزين تعملوه. بسمية الفرق مبسوطة بالكاس الرابطة. الفرق اللي هي. خصوصا كمان هو تم تحديد ان واحد من الباطل كاس الرابطة بيخش السوبر. حبيبي. لأ. سيبك من الاوانطة دي اللي هي تعملت وتشكلت عشان الزبالك مروحش والاوانطة دي. انت دلوقتي عايز تعمل الربطة دي اعملها للاندية اللي مش مشاركة في افريقيا. عشان دي. ما تأجلش ولا مباراة في الدوري. الا لما تلعب كل الاسابق مع بعض. اما الاهلي يرجع والزمالك يرجع. وبرامجز يرجع. ومعرفش مين الرابع المصري يرجع. ابقى تلعب الدوري. ما تأجلش. عايز تأجل? أجل. بس ما تلعبش. ما تلعب بقى ما تشاط الرابطة اللي انت عملها دي. مع الفرق اللي هي ملهاش دعوة بافريقيا. ماشي. يبقى دا حتي كانت كويس. واللي يكسب برضو يا عم يوصل للصبر. ما عندناش مشكلة. ادي امل للفرق. انما انت حطيتلي اهلي والزمالك وبرامج. الفرق هيبقى عندها تنوح ازاي ان تاخد برطولة زي دي. الفرمز موجود برضو بس ما تكسبش. يا عم ما هقول له برضو هو مش مديها الاهتمام اللي هي. عادي. عصة هي بقى هي لسه معمولة حتة ان انت تروح السوبر امتى. السنة اللي فاتت دي. فاول الموسم مش السنة اللي فاتت. فاول الموسم. لو برامج كان يعرف ان هي هتوصلوك الراح. تمام. واخدها. بس انا بكلمك على ايه. ادي نفس للاندية اللي هي ما بتشاركش في افريقيا ان تاخد بطولة زي دي. حتى لو معنويا تبقى حاجة كويسة ليهم. ويشاركوا ماشي في كاس السوبر ماشي. اللي هو اللي بتعامل الكاس السوبر المصري. ما عنديش مشكلة. واخد بالك. انها ما بتحطيليش في كل حاجة. اهل وزمالك وبرامج. الناس عندهم امكانيات. وتقول لي كسر رات. وتأجل مطشاط في الدورة عشان كسر رات. ايه. لا ما انت هتأجل مطشاطي الدورة. ايه لعب بقى مطشاط دي. وما تلعبش ولا ازبوها متأجدش مطشاط اه الدورة عشان كسر رات خلص كانت. عمره. ما حصلتش. همار بيتلاقي بامتى. تتلاقي في الوقت بتاع يناير ده. في الحلم يعني. لا بتتلاقي في الوقت يناير ما بيكونش بس انت بتأجل مطشاط للآهل والزمالك وبرامج والمصري ماشي كان في يوتشان دلوقتي بقى المصري. واخد بالك. وتلاعب في الدورة فرق تانية. توقع في بعض ويهده يوقع في بعض. والفرق التانية تيجي على الجاهز بقى تاخد الدورة واللي يهبط يهبط واللي ما يبطش. ما ينفعش. لازم يبقى فيه تكافق فرص. الاسبوع يلعبه كله مع بعضه. وخلي بالك برضه. اللي انت لما تيجي. انا الاهل هيلاعب الزمالك الاسبوع اللي جاي. وانت اجلته يبقى اول ما تيجي ترجع يلعب الاهل والزمالك تاني مع بعض. مات دي بليش بقى مطش من الشرق ومطش من اسوار. دي خاصة تنظيم بقى المباراة والمسابقة. ما هو ده اللي ده اللي ممسخ الدوري. وده اللي مبوز المنافسة. وده اللي ما فوش حاجة اسمها تكافق فرص. صحيح. انا بتفهم معك. بتفهم معك. طيب. نطلع فاصل. لا لا مفيش فاصل. انا عايز اخد منك تقييمات آآ مباراة النهاردة للزمالك والبلدية. بالنسبة للعيبي النازل الزمالك. صبح يا كابتن. بتديله كام? هتديله تسعة. تسعة. هو نجم المباراة. طبعا. نمارا كابتن. يا جماعة جابته الصور. طبعا. بعد بعد الفترة اللي هو غابها دي ويزرق بمستوى ده. هتديله سبعة. نش. معانا عالصور يا جماعة ولا اقول انا. طيب انتو قلت الصبحي وآآ نمار. المسلوس يا كابتن. نمارا. المسلوسي ااخد اربعة. مم. مجدي. احمد مجدي. هتديله سبعة. سبعة. ده المبشر. ده اللي فيه طاقة نور كده انه ممكن يلعب آآ الفترة اللي جاي. تمام. آآ حسن ابن المعاط يا كابتن. هتديله سبعة. روءة. تلاتة. اه. كبار بتديه مقلم الصغارين ماشي. محمد السيد. ما نسعيتش يعني العيب. طبعا. هو غصب عنه. هو راجل بيقطع ويسلم ويسلم ملقاش حد انه هو ياخد منه كتير النارد. محمد السيد. هتديله اربعة. هتديه. ده ده الدبح. هم. حازم اسامة. هتديله خمسة والدبح. متيابة كابتن. هتديله تلاتة والدبح. لانه بيلعب في حتة غير حتته. هم. سواء اللي قدامه مش فايقين ولا اللي ورا فايقين. اعمار ياسر. سفر. كم? سفر. سفر. ناصر ما انسي? سفر. على الفرصة اللي باعه. ما تعزروش? عشان بقاله فتح. عزروه. بس هو كرة زي دي تخليه يرجع تاني ويفرض نفسه على المدرف. اعم. لان مش دي اللي اديها. اعم. شوف هو حبيبي وانا بحبه جدا وعارف ان هو تظلم من ساعة مطش برهم اللي هو جاب فيه الجن وعمل الجن. لو خد من بعدها كان زي هيبقى هو الفرود رقم واحد الزمالي. بس برضو قعدوه ايه 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 خافوا من الناس. اعم. وبيلعبوا ناسي ايه دي مشكلة اه مدربين النادي الزمالي. عبدالله سعيد لما نازل كبت. اربعة. ناصر المهر. خمسة. صوف الشربي. تلاتة. اوباما. اه بقى صفر. سيف. صفر. محنو بيلعب في مركز غير مركزة. اعم. طيب جميز تديره كبتل? ده يمشي. وهم بيفكروا صح. وعايزين يعملوا فريق قوي. السنة اللي انت عندك فريق قوي. بس عز مدرب. لو بيفكروا صح لازم يمشي. والله. زي ما لك فريق قوي? عنده لعيبة قطي دي. ما هي اللعبة دي اللي كسبت الاهلي. ومين? اقوى نادي في افريقيا. نادي الاهلي. فلما يكسبوه باللعيبة دي. لأ هو الشرط. بتبقى يوم? لأ. مع انت بقى دعم مش انت فكت القلد. سيب اللعيبة دي ودعم عليهم المراكز اللي انت. يعني واحد ما تساكه عبر ما يرجع. الوينش. الوينش. وبدل ما انت بتدور على جون جدد العواد. واخد بالك اه تكيب باكليفت مكان فتوح عشان اللي هو ايه. يكون عنده الخبرة. عشان جي ما جاش فتوح يبقى انت عندك باكليفت. وانا انا حاسس ان فتوح زعلان مش مصاب. لان ان ده بص شفت ميسي انك الرجلو عمل ازاي? اسبوعين وهتليف الملع. يوف انك الرجلو عمل ازاي? فانت بقى لك اديه فتوح بتمصاب ومرجعتش. فانا حاسس ان هو زعل. زعل من ايه يا كبتن? ماخدش مفتحاته اكيد. خلي بالك ما هو اصليش. طيب. خلني ااخد فقط نمبر ون معك برضو كبتن كده ما ده ما احنا اخبنا? احنا اه بنقترب من احنا لنه. لا والله. اه. ما يكون نمبر ونه. افضل لا في زمالك النهاردة. انت قلت الصبحي? تمام. الصبحي وكان معنا نمار حقيقة. اه. اه. طيب اه لا بيحتاجوا الاهل للمسم الجاي. عودة محمد شريف. قندوسي عودته. الاتنين. ولا لا يبقى اخر كده. الاتنين. والله. يلعبوا بقى الاتنين? اه طبعا. يلعبوا. اه. يلعب على مين? شريف يلعب على مين? حتى لو بقى احتياطي. والقندوس يلعب على مين? يلعب. ما قافش ما يلعبش. وقافش بيلعب? لا. لا هو يلعب في الحتة دي ويبقى القافش هما الاتنين. اه طبعا. اه. امكانياته عالية جدا. اه. ولعيب عنده حلول كتيرة جدا. بيعرف يجيب جول ويعمل جول. انا اتفاجئت ان ازاي ده يمشي من هذا الاهلي. اه. انها لعب كويسة. كويس. اه. طيب برضو لعب اه يحتاجوا الزمالك. اه السنة الجاكة. او الموسم القادم. احمد ياسر ريان. لعب سيراميكا. او لعب مودن سبورت. ولا عبد الرحمن مجد الاسماعي. عبد الرحمن مجد فيه مشكلة. اه. حتة بتاع طفائش كبالة. وفيها اعتقد ان هو. اه. مش. اه. الفترة اللي جاية دي. مش. اه. هو ما عندهش مشكلة ان نروح الزمالك. لا. ما. ما هو ما عندهش مشكلة. بس هما. التفكير مش. مش فيه. بس هما عايزين باكلفت. هما. جوناثان. اه. هو كان عايزه جميز بيتكلم عليه. لا. وهو محك. وفعلا الزمالك محتاجه لاني انا قلتلك. فاتوح ما بيلعبش. مش اصابة. تمام. تمام. طيب. اكتر لعب بيستحق فرصة من اللعبة دي. في الزمالك يعني. مهاب ياسر ولا سامسون ولا متياب. والله التلاتة. يلعبه. والله التلاتة. اه. ده يعمل بهم فرقة. اه. يبقى عنده البدايل. اه. يبقى عفريد كورة. اه. طيب. ده بتتمنى مشاركته اه. اساسي مع النادي الاهلي في الفترة الجاية. مصطفى شبير. افشا يا سبراهيم. افشا ومصطفى شبير. تمام. افضل مدرب للزمالك خلال عشر سنوات. اخر عشر سنوات. كارتيرونج روس. ولا واحد. انا عارف. ولا واحد اسمع الكلام. مفيش حد الجيء في في دادي الزمالك. اه. مدرب. ده كان مع الاخر عشر سنين. ده. اه. مدرب. طب ايه مين اللي عجبك كتن في خلال اخر خمشة سنة. كبران. كبران. اه. كان مدرب محترم جدا. برازيل اه. اه. ااخد بالك. فدولت مش عارفين ايه اتنادي الزمالك. يعني مش عارفين. يعني. يعني. ب 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 هو ااخد دوري. اتنين دوري. مهانت عندك. كان عندك اسامي. كان عندك موسيماني. كان واخد اتنين افريقيا وكم دوري وكم كاس وي وكاس عالم الاندية. صح. اضاف حاجة للنادي الالي. النادي الالي اللي اضافه. ماشي. اكيد الاندات كبيرة لازم تضيف لاي مدرب. ماشي. ماشي. دامالوش. بس بس. اه اه افرينا ده كان الراجل اللي هو الاكاديم. مه. اللي هو لا متعة ولا جمال. بس الحق نتائج. ما بيحقق عشان اهلي كان وحي. الاهلي هو السبب في تاريخه. ما تقوليش. الاهلي لو في حالته. مه. ما كناش هنشوفه تاني اه التاريخ اللي هو عمله. طيب. من خلال بقى مشاهدتك لكوبة امريكا. افضل لها في البطولة. ميسي. لو تاريخ ولا ميسي ولا رودريجيز. انا بالنسبة لي ميسي. ماشي. خلاص انت. يعني انت عارف هاد. اقول لك كل المدربين يجروا على ميسي ويبوسوا دماغه ويدولوا الفلوس بتاعك. اه. يعني فلوسهم اللي هما بيخدوموا لوله خد. عشان انت السبب ان انت بتأكلنا عايش. بعد ربنا طب. انت ميسي بتاعنا كنت. والله. يا بس. لغاية. بس انت قلت انت لعبنا كرة على قدينا بقى بالنسبة الميسي. اه. احنا نروحين يا عمنا. احنا على قدينا كل عاجة. اه انا بحب. بس. ماردونا كان لغاية كس العالم اللي فات. اه. كان عندي رقم واحد. اه. انت قلت دي اه. بعد بعد كس العالم اللي فات سيبك من الكوبة بتاع تمبارح دي. لا مش يروح في حتة تانية. ده بتاع البطولات بجد. ده اللي هو ما بيتكلمش كتير. صحيح. يتضرب ما بيتكلمش. اه. ياخد احسن لعب ما يتكلمش. ما ياخدش احسن لعب ما يتكلمش. اه. شاي الهم فرقته. واني لازم يكسب ويكسب فرقته. ده هو عمل تاريخ جديد الارجنتيني الحقيقة. طيب. عشان بس ما حدش يطلع اقول لك ايه. ده ماخدش بطولة معنا. اه. ده هم بلده هم كانوا بتكلمه وبيقوله على فكرة. يا عم ما انت برضو في مواقع هناك وفي لجان اكتلونية والكلام الفاضية. انا وارت شرفت كابت. عبيب يا روق. شكرا كنت ردو دايما بسعط بوجودك. اسلام. واشكر حضراتكم وانشاء الله هنكون معكم بكرا في حلقة دي ازمان على خير.